حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله أسعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم سنتأمل فوائد جديدة للخل وزيت الزيتون الحقيقة كثير من الناس قد يغفل عن الفوائد الهائلة الموجودة في هاتين المادتين وسبحان الله يحرم نفسه الكثير من الفوائد من مصادر رخيصة وآمنة وليس لها أي آثار جانبية اليوم أنا سأتأمل بعض الدراسات العلمية الجديدة حول الخل وزيت الزيتون طبعا هناك قوة شفائية في هذه المادة وكل العلماء اليوم يعتبرون أن زيت الزيتون مثلا هو مادة في داخلها مواد معينة تقتل خلايا السرطانية تجبرها على الانتحار كذلك هناك مواد في الخل معقمة ومطاهرة ولها فوائد كثيرة دعونا نتأمل هذه الفوائد ونستفيد منها في حياتنا الدراسة اليابانية واليابانيون يهتمون جدا بموضوع الوزن يقولون الخل يساعد على تخفيف الوزن مادة رخيصة يمكن أن تصنعها في بيتك من التفاح أو العنب أو أي فاكهة أخرى فهذه الدراسة اليابانية تضيف فائدة جديدة غير فوائد التي نعلمها للخل أنه كمادة معقمة أو أن طعمه في بعض أنواع الصلطة أو بعض الأكلات طعمه لذيذ وجدت هذه الدراسة أن تناول الخل قد يساعد في محاربة السمنة وهو داء العصر للأسف العلماء اليابانيون يقول أن الخل يمنع تراكم شحوم الجسم ويمنع زيادة الوزن ويرى طبعا الأطباء حديثا أو الباحثون في متخصصون في خبراء التغذية أن حامض الخل أهم مكونات الخل قد يساعد في السيطرة على ضغط الدم أيضا ومعدلات سكر الدم وتراكم الشحوم طبعا بشرط أن تستهلك القليل منه وفي أوقات محددة ويفضل مع بعض أنواع السلطات أو الخضار طيب ماذا وجد العلماء أيضا دعونا نتابع أيها الأحبة هذه الدراسة الرائعة حقا طبعا هنا قبل أن أكمل أود أن أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل هذا الأمر انتبهوا معي أيها الأحبة حبيبكم عليه الصلاة والسلام أشار إلى الخل وقال نعمل إدام الخل يعني الغذاء طبعا الله عز وجل سخر لنا كل أنواع الفاكهة لصنع مادة الخل هناك خل من التمر كل أنواع الفواكه تصلح أن تكون أو تتحول إلى خل سبحان الله هذه ميزة موجودة في الفواكه التي خلقها الله على ظهر هذه الأرض فتناول هذه المادة يؤدي إلى تراجع تراكم الشحوم فحامض الخل لديه قدرة عجيبة في مكافحة الشحوم وذلك عبر تحفيز جينات مسؤولة عن البروتينات التي تعمل على تفتيت الشحوم مما يحول دون تراكم الدهون في الجسم سبحان الله كما قلت لكم أيها الأحبة هذه المواد التي خلقها الله خلق في داخلها طاقة شفائية خفية نحن نتناول الخل ونتناول زيت زيته نتناول العسل فيتم الشفاة ما الذي يحدث لا نعلم الأبحاث الحديثة تخبرنا ماذا يحدث الخل فيه تركيبة معينة تحفز الجينات المسؤولة عن البروتينات التي تعمل على تفتيت الشحوم يعني الشحوم هذه تحتاج إلى طريقة لتفتيتها هناك آلية طبيعية في الجسم الخل يحفز هذه الآلية التي تخلصك من هذه الشحوم سبحان الله طيب الدراسة حقيقة يعني تأتي الآن في ظل فشل الجهود العالمية في إيقاف زحف السمنة عالميا على فكرة السمنة أو الوزن الزائد يعني داء عالم داء العصر منتشر في الدول الغنية وحتى الدول الفقيرة لأنه ليس له علاقة بالوضع المادي للإنسان هي ثقافة غذائية أيها الأحبة الثقافة إذا كانت هذه الثقافة خاطئة سيؤدي إلى تراكم الشحوم وإلى مشاكل في القلب وضغط الدم وغير ذلك هذه السمنة باتت من سمات العصر الحالي وهناك قلق العلماء طبعا السمنة يعرفها العلماء أنها زيادة في وزن الجسم عن حده الطبيعي نتيجة تراكم الشحوم أو الدهون وهذا التراكم ناتج عن عدم التوازن بين الطاقة التي يتم تناولها خلال الطعام والطاقة المستهلكة في الجسم يعني سبحان الله يجب أن يكون هناك توازن أخي الحبيب بين ما تأكله وتشربه وبين كمية الجهد الذي تبذله وكمية الطاقة التي تصرفها في دماغك والجسم سبحان الله ينظم نفسه أوتوماتيكيا فلا تترك شيء يطغى على شيء يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول لك أخي الحبيب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا تسرف يعني تتجاوز الحد في الطعام والشرب إنه لا يحب المسرفين أنا وجدت في هذه الآية طريقة عجيبة لعلاج الإسراف في الطعام والشرب أن تتذكر كل ما دعتك نفسك لتناول المزيد من الطعام أن تتذكر أن الله لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين تذكر أنك عندما تأكل كثيرا ربما تخرج خارج دائرة محبة الله لك فعندما تتذكر هذا الأمر إلهي وأنا أنصح أنا أنصح كل إنسان لا يستطيع السيطرة على نفسه في موضوع الطعام والشرب أن يقرأ هذه الآية قبل تناول أي وجبة أن يبدأ باستعاذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وتتذكر أن إسرافك هذا ليس مجرد ضرر أو يسبب لك مشاكل في القلب أو تصلب شرائين أو إلى آخر غلاء أو وزن زائد أو مشاكل في الجهاز العظمي أو الهضمي أو كذلك تذكر أن الإسراف في الطعام والشراب يخرجك من محبة الله قضية خطيرة إنه لا يحب المسرفين والله أنا حقيقة أتخيل أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية وفهمها يعني أتصور أنه لا يستطيع أن يوغل في الطعام ستحدث له وقاية سهلة جدا وطبيعية من الإسراف في الطعام بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا أيها الأحبة العلماء يقولون إن السمنة قد تتسبب في حدوث الكثير من الأمراض أمراض القلب رقم واحد لأنك أنت لا تسير على قدميك أنت حقيقة أخي الحبيب تسير على قلبك القلب هو الذي يتحمل ضغط الجسم كاملا لأنه هو الذي يضخ الدم وبالتالي أنت أول عضو ترهقه هو قلبك أيضا ضغط الدم المرتفع من مشاكل السمنة أو الوز الزائد الجلطة الدموية أمراض الكبد الروماتزم مشاكل في العظام في المفاصل ارتفاع السكر في الدم آلام الظهر والأقدام طب كل هذا علاجه هو بسيط وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعمل إدام الخل فالقليل من الخل يمكن أن يغير المعادلة حقيقة طبعا هنا يعني عندما نتأمل حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ماذا قال نعمل إدام الخل احفظ هذا الحديث أخي العبيب هذا الحديث يؤكد وجود منافع في الخل والعلماء يكتشفون هذه المنافع يوما بعد يوم سبحان الله الآن ننتقل إلى زيت الزيتون زيت الزيتون يحمي القلب ويقي من خرف الشيخوخة الباحثة الأمريكية ميلينا جامبلوس خبيرة التغذية تقول هناك اتفاق بين الباحثين على أن كميات إضافية من زيت الزيتون البكر والذي يعتبر المصدر الأساسي للدهون في منطقة البحر المتوسط مفيد جدا لصحة القلب بأشكال مختلفة يعني أنت تهتم بمظهرك تهتم بطريقة كلامك تهتم بعلاقاتك تهتم بكل شيء ولكن أين قلبك القلب ينبغي أن تراعي هذه الأداة هذه المضخة التي تمنحك الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى يجب أن تهتم بغذاء هذا القلب القلب يحب زيت الزيتون أخي الحبيب لذلك يعني هذه الدراسات حقيقة من فضل الله علينا أنها أصبحت متاحة بين أيدينا وأصبحنا نعلم الفوائد الهائلة لزيت الزيتون طبعا هنا يقول لك الدهون الموجودة في زيت الزيتون هي دهون سهلة الهضم مفيدة للجسم على عكس الدهون المشبعة التي تسبب مشاكل كثيرة طبعا هنا يقولون استهلاك الدهون الأحادية غير المشبعة يؤدي إلى خفض الكوليسترول الضار وزيادة الأنواع المفيدة منه كما يساعد على خفض ضغط الدم بخاصة عند استهلاكه مع أنواع تحتوي على نسبة دهون عالية من الدهون المشبعة كالزبدة والجبن والميونيز وكذا يعني أنت خفف الاستهلاك من الدهون المشبعة الموجودة في بعض أنواع السمن والزبدة وكذا الأجبان وكذا وإلجأ إلى هذا النوع الخفيف مصدر للطاقة مصدر للشفاء وخفيف جداً هو زيت الزيتون طيب الآن زيت الزيتون مصدر غاني جداً بمضادات الأكسدة والتي تساعد على إبطاء عملية انسداد الشرايين لاحظ معي أخي الحبيب نحن نعلم مشاكل العصر أن الإنسان فيه شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة تصل إلى القمر طويلة جداً فهذه الشبكة على ما أذكر تمتد 100 ألف كيلومتر أو أكثر فهذه الشبكة من الأوعية الدموية يحدث فيها ترسبات من هذه الدهون المتراكمة عبر السنوات هنا زيت الزيتون يقولون بما أنه غني بمضادات الأكسدة يساعد على إبطاء عملية انسداد الشرايين من خلال خفض كميات الكوليسترول السيء أو الضار يعني هو الصيانة للأوعية الدموية والشرايين لتعيش عمر أطول بسلامة أفضل طبعاً هناك أيضاً قضية مهمة القلب الصحيح الذي يمنحه زيت الزيتون لمن يتناوله يعمل أيضاً على الحماية من بعض الأنواع الأمراض التي قد تصيب الإنسان في الكبر مثل الزهايمر يعني القضية ليست أنك تناول الزيت الزيتون وانتهى الأمر لا مهم لحماية القلب ومهم أيضاً للوقاية من الزهايمر وأيضاً يقي بعض أنواع السرطان طبعاً كل هذا بإذن الله أيها الأحبة يجب أن تعتقد أن كل شيء بيد الله وأن الله عز وجل قد يسوق لك معلومة قد تنجيك من مرض خبيث أو خطير طبعاً زيت الزيتون يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية لذلك يجب استهلاكه باعتدال لا تسرف نعود للآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين هنا نختم بهذه الآية الكريمة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وحديث النبي أرجو أن نحفظه جميعاً حديث النبي قال عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة فإنه من شجرة مباركة فإذن هذه نصيحة نبوية تمام قالها النبي قبل أكثر من 1400 سنة اليوم علماء القرن الحادي والعشرين يكررون نفس الكلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المعلومة بناءاً على وحياً من الله علماء العصر الحديث يبذلون الملايين والمختبرات والتجارب وألاف العلماء وملايين تنفق ليكتشفوا نفس الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد صدق هذا الكلام والله سبحانه وتعالى يقول عن حبيبه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فالغرب فعلاً بدأ اليوم بالاستفادة من الطاقة الشفائية الموجودة في زيت الزيتون وهو ينصح بذلك ويقوم بما يسمى بالطب التكميلي أو إلى آخره فالأولى أن نستفيد من هذه المواد الغذائية لأنها وردت في كتاب ربنا والنبي نصح بهذه المواد زيت الزيتون أو الخل والقرآن ذكر الزيتون طبعاً بل ضرب مثلاً نور على نور زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور فالقرآن ذكر الزيت زيت الزيتون كمادة مباركة مادة تضيء حياتنا بالفعل يعني أنت عندما تقلل من مشاكل القلب والشرايين وتصلب الشرايين وتقلل من تراكم الدهوم من خلال استخدام هذه المادة الغذائية المهمة أنت حقيقة تنير حياتك وتعيش حياة أفضل حياة آمنة مطمئنة ولا تنسى أخي الحبيب الآية الكريمة وَكُلُوا